النازحون عنوان كبير لمأساة تزداد يوما بعد آخر دون حلول جذرية تنهي هذا الملف الذي أصبح مزمنا للحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن وهنا المأساة تزداد سوءا حينما يرتبط النزوح مع الاعتقال وهذا الذي حدث في مخيمات النازحين في العامرية بمحافظة الأنبار هان ابني احتغلوه بسيطرة الدورة جي هو وصديقه ارجعوا عليه خذوه عماله يشتغل عماله خذوه ومن خذوه من ما عرفيه التاريخ صار انا مسجلته 12 سنة يعني بعد جهاله بعدهم كبري هذا الوليد الوراك وخذوه وهذا ولده صار وزلم وبناته وانت جوزته وهو بعده بالسجن وصار سنته ثلث سنين انا ما ماجهته تتقادم الايام وحال هذه الاسرة النازحة كحال غيرها من الاسر النازحة التي علقت ما بين النزوح واعتقال احد افرادها من قبل الاجهزة الامنية الحكومية لتتكرر هذه القصة مع اسرة نازحة اخرى صار لاثناء السنة من خذوه بيوم عيد مسير يوم خالته وخذوه من يوم خالته وعنده ولده اثنين وابنياته اثنين اي هذا ابني وما عده من استمسكات ويطلبوا عاية استمسكات مليونين واستمسكات من اسكندرية وما عندي احد يمشي ابني سقط وان شوفها السكر وضغط كل هذا يحدث في وقت تتبجح الحكومة ممثلة بوزارة الهجرة والمهجرين باغلاق مخيمات النزوح في البلاد من دون حل لقضايا النزوح والاعتقال لابناء الاسر النازحة ومن دون تأهيل مناطق النازحين هذا فضلا عن التهديدات الامنية التي تواجههم لتبقى هذه الاسر عالقة بين مطرقة النزوح وسندان الاعتقال الحكومي وسط انتقاد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للحكومة الحالية لعدم انهاء ملف النزوح ولدورها في زيادة معاناة هذه الاسر نزوحا واعتقالا